طيب الاهلي الاهلي بيمثل القرى المصرية بيمثل الاهلي بيمثل الزمالك بيمثل الإسماعيلي بيمثل المصري بيمثل الاتحاد بيمثل أسوان بيمثل كل الفرق المصرية وكل المحافظات المصرية زيه زي المنتخب القومي إن الأهلي في مهمة قومية المهمة يوم السبت أمام الرجاء المغربي وعلى الرغم من فوز الأهلي هنا في استاد القاهرة بهدفين مقابل لشيء والمدرجات بجماهير غفيرة كانت موجودة رغم ده كله المباراة مش سهلة لأن مركب محمد الخامس وهوس الجماهير المغربية متوقع هتلاقي يعني الناس دي بتبقى عشقة لفرقتها زي ما جماهير الأهل وجماهير مصر بتبقى عشقة الأهل في المهمات القومية فالمركب محمد الخامس أو استاد محمد الخامس هيبقى على آخره لكن خبر التعب النادي الأهلي سواء كان مع النادي الأهلي أو مع المنتخبات وتوجدهم في مناسبات كبيرة جداً ويلعبهم أمام جماهير غفيرة ما يخوفش الواحد ويا ما الأهلي عودنا إنه يكون في تونس وفي المغرب وفي الجزار وبيرجع ببطاقة التأهل فإن شاء الله رب العالمين المطلوب مننا هنا في مصر إن كل أطياف الجماهير المصرية تكون مؤازرة للنادي الأهلي تكون وراء النادي الأهلي إنسى انتمائك وإنسى لون التشيرت اللي تلعب به لون فانالتك إنساه كلنا دلوقتي بنلبس تشيرت النادي الأهلي كل الجماهير كلنا دلوقتي نداء واحد البطولة إن شاء الله للنادي الأهلي بعد كده بقى ترجع في الدور المحلة عندك في الصبر المصري زي مالك أهل انت حر لكن دلوقتي في مهمة يوم السبت من هنا ليوم السبت كلنا لازم نكون النادي الأهلي كلنا لازم نكون وراء إدارة النادي الأهلي وراء لعبة النادي الأهلي كلنا جماهير للنادي الأهل كل الشعب المصري بلا استثناء إن الأهلي بيمثل مصر في هذه البطولة بعد خروج نادي الزي مالك والبطولة دي زي ما بنقول هي مع شوق النادي الأهلي والنادي الأهلي حتى لو بيمر في بعض الفترات بيعني خارج الإطار بعض الشيء لكن لا في المباراة الكبيرة تشوف تشم وتشوف ريحة النادي الأهلي وتشوف عنفوان النادي الأهلي وتشوف كبرياء النادي الأهلي بكل تأكيد أنا ثقة إن شاء الله بإذن الله إن النادي الأهلي على الرغم مرة تانية ما بينكسين من صعوبة المباراة لكن الأهلي دايما في المناسبات الكبيرة تعرف معنى المعدن الحقيقي للبطل البطل بيظهر في المناسبات الكبيرة والأهلي بطل وحيظهر في هذه المناسبة بإذن الله خلوني أخذ على أتلفون واحد من نجوم الكرة المصرية واحد من حريفي الكرة المصرية نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر والمدارب العام لمنتخب مصر الأولمبي كابتن واق الرياض شيتوس